حسنا السلام عليكم كيف حالكم اليوم الفيديو شوي مختلف هنحكي عن بعض الأفكار اللي ممكن تعملوها وتكسبوا منها فلوس الفيديو هدا حكون شوي مختلف حيكون شوي أخف حيكون شوي متنوع وان شاء الله نقدر يساعدكم سواء كنتوا طلاب وبتحاولوا انكم بتدخلوا على حالكم شوية فلوس زيادة قبل ما تتخرجوا أو كنتوا بتشتغلوا وحابين مصدر دخل إضافي أو صار لكم تشتغلوا فترة وحابين تستقروا لحالكم وتفتحوا لحالكم بيزنس فخلينا نشوف احنا بعض الأفكار هلا اللي ما بيعرف طبعا ابو حميد عنده شهادة ريادة أعمال من الجامعة صح انه كان معاي شهادة هندسة كمبيوتر ولكن بالإضافة الى هذا الاشي كان معاي شهادة ريادة أعمال فمن اليوم مطالع لو سمحتوا يا بتنادوني محمد بيزوس أو إيلون سويدان لانه أنا حوريكم أصول البيزنس من خلال هذا الفيديو بيزو خلينا نشوف مع بعض مش عارف ممكن شوي جملة جريئة جيف بيزوس نتورث أوه ماي جود ما شاء الله جيف بيزوس مية تمانية وسبعين مليار دولار هي قيمة هذا الرجل لحاله نشوف إيلون موسك يا ما شاء الله مية وثلاثة وثلاثة وثلاثين مليار دولار يعني يا جماعة الخير هذا إيلون موسك ولا جيف بيزوس ما ما تيجي بنته بدا تتزوج ولا يا ابنه بدي تتزوج هذا بستأجر كوكب الأرض بحطنا احنا كلنا عجنم بعمل العرس وبعدين برجعنا هيك هو بيشتغل يعني هيك النظام عندهم بس انتو فكركم هاي المبالغ دخولوا فيه انتو فكركم هاي المبالغ لا والله هي مرعبة بصراحة بس ربنا هو اللي بيرزق زي مرزقهم هدولة التنين ربنا هو اللي حيرزقنا كذف الدعاء صلوا علينا يا جماعة دعونا دعونا جميعا يا جماعة اللي بروح عمره اللي بزور الكعبة يعني تذكرنا في الدعاء يعني ما شاء الله هاي المبالغ يعني ايش محترم ولكن مع هيك انا لسه مصر انو انا محمد السويدان ان شاء الله هاوصل مبلغ يكون اكتر من هدول التنين مع بعض المجتمعين ان شاء الله ربنا الرزاق المهم فاذا احنا منوصل مبالغ زي هيك طبعا لازم افكرنا ببزنس لازم افكرنا بمصادر داخل خلنا نشوف بعض الافكار شو حنساوي بالفيديو هاد مش بس هنطلع على افكار بزنس مختلفة ممكن احنا نساويها بس كمان حعمل زي تحدي صغير عند كل فكرة بزنس التي تعجبني بدي اعمل عليها دراسة بسيطة مدتها دقيقة واحدة منطلع على الماركت سايز حجم السوق لهذا البزنس منطلع على الاندستري او نمو هذا المجال في اخر كم سنة منطلع على البروفيت مارجنز يعني هذا البزنس قديش سيبدخل عليك ارباح صح فيه فلوس ممكن تدخل عليك ولكن الارباح قديش بتكون يعني قديش صعب انك انت تدخل على هذا البزنس او شو التحديات عشان انت لسه تبدأ تبلش وخامس اشي نيدد سكيلز او المهارات المطلوبة طبعا ندخل في الموضوع جاهزين ففي هذا الموقع لقيتم بارح وانا بدور بزنس نيوز دايلي 21 فكرة حلوة لأفكار بزنس نبلشها في سنة 2022 ما نوقف عند كل واحدة ولكن اللي بيعجبني او بحس انه والله هي ممكن بسهولة الناس تطبقها او بصراحة حاسس انه الفكرة حلوة منوقف عليها بنعمل عليها الدراسة لمدتها دايئة منشوف بدايئة واحدة قديش ممكن نلاقي معلومات وبعدين نشوف احنا شو رأينا فيها هلا طبعا هذا التحليل الدايئة اللي بدي عمله الناس اللي بتحضر بتقول لي محمد ما في حد بحل البزنس الدايئة طبعا معروف هذا الكلام بس احنا بنصور فيديو يوتيوب ما من نصور احنا فيديو طوله لا كانت نقطة سخيفة زين نمحيها بايخة طبعا التحليل الطوله دايئة تحليل بسيط سريع بس عشان نشوف اذا الفكرة حابين نطلع عليها اكتر ولا نشوف افكار غيرها تمام كونسولتنج حلوة كونسولتنج هي الاستشارة لما انت تكون مستشار في احد المجالات اول اعتراض ممكن حد يحكي لي يا محمد بس انا مش خبير كفاية ان انا اكون مستشار لا اظن في خبراء كفاية يعني الاستشارة اللي بنحكي عنها مش شرط انها تكون استشارة كتير اشي فخم والله استشارات شركات لا الناس بتيجي بتستشيرك في اشياء بتاخد رأيك وحسيت انه اكتر من شخص عم بيجي بيستشيرك وبياخد رأيك في نفس الموضوع وهذا الموضوع انت بتحبه وفعلا تستمتع فيه ممكن انت تكون مستشار في هذا الاشي بمثلا انت اليك ميول انك شخص رياضي واقلك صحي دعنا نركز على الاكل الصحي والناس تستشيرك وتسالك كيف تعمل اكل ذاكي واكل صحي وانت او انت عندك كتير خبرة وتجربة في هذا المجال ممكن انتو تعملوا هذه الاشي على جانب تتعلموا الناس كيف يعملوا اكل صحي وتتعلموا الناس كيف يعملوا مثلا جدول على مدار الاسبوع بالأخير هاي الشغلات الناس تتفعلها صح يمكن الناس تقول اوكي محمد بس تحتاج شهادة هلا منشوف فيه اكيد خيارات ويمكن هاي الخيارات ما تكون كتير غالية نفس الوقت بكون انت معك شهادة او نوع من الاعتراف انك انت خبير او انت موثوق فيك بتعمل هذا الاشياء على جنب كونسولتنج استشارة خلينا نعمل تحليل دقيقة جاهزين خلينا نحط التايمر دقيقة حتشوفوا الشاشة معاي حتشوفوا سرعة سرعة الكتابة ثري تو وون اوكي خلنا نكتب نيوتريشن كونسولتنج اللي هو تاع الاكل استشارات اكل نبلش بسمينا نيوتريشن كونسولتنج طيب بامريكا مستشارين الاغذية والدايت خلينا نشوف قديش حاجم السوق عندهم بقولك تقريبا نصف مليار دولار في امريكا لحالها معناته هذا اشي مبشر وهونا في الموقع كما بورينا انه من السنة الماضي لهاي السنة صار فيه نمو في مجال في مجال اخصائي الاغذية والدايت 2.3 بمئة انيوي شكل ما فيش كتير معلومات على البروفيت او الارباح طبعا اكيد فيها ارباح بس لازم نوحد يتعمق حسب انت كيف بدك تصمم شركتك الآن الشغلة الممكن ندور عليها على السريع اللي هي الصعوبات عشان تدخل فممكن احنا نشوف اه ايزي نوتريشن سيرتيفكيشن تمام شهادة سهلة لحد حابب بيصير خبير في مجال النيوتريشن او التغذية فخلينا نشوف مثلا اول اول رابط بطلع عندنا فكرة بطلع على هاي الشغلات انا اول مرة معاكم فخلينا نشوف مثلا كيف تصير انت مدرب صحي وممكن الناس تشتشيرك على هاي الشغلات بشرح لك شو هو الهيلث كوتش وشو بميز الهيلث كوتش وطبعا فيه هنا كمان بيكتب لك ارقام بتأيد انه هذا المجال عليه طلب عالي سبحان الله فكرة خطرة عبالي وانا بصور هلا تمام يمكن احنا كلنا نصير هيلث كوتش ازا جماعة اوكي في عندكم ستانفرد واحدة من احسن الجامعات في العالم عندها نيوترشن كورس 8 اسابيع اونلاين تقريبا بيحتاج منك 8-10 ساعات بالاسبوع عشان تكمله وبقولك فلكسيبال لرننج يعني مرن ما في داعي انه والله تلتزم بجدوى المعين ادي سعر جايز وين السعر؟ فيو كورس بروشور اوكي وين البروشور اوه حديش راضي يحط السعر جايز بس شايفين انتوا الفكرة في كتير خيارات وعادة عادة عادة هاي الشغلات حتى لو كانت نوعا ما غالية هو سعر بتدفعه مرة وبصراحة اول ما توقع انت شخصين ثلاثة انهم ياخدوا خدماتك عادة بتغطى على طول سعر الكورس هذا فهاي اول بزنس ايديا لـ 2022 اللي هي الكونسالتينج اولاك انت تكون مستشار وانا بقيد هذا الاشي لانه ممكن انت تعملوا من البيت او اونلاين وممكن تعملوا انت مع ناس خارج الولد اللي انت عايش فيها وهذا الاشي ممتاز لانه اسمحلك انك انت تساعد الناس مش بس من المحيط على طول تبعك كيف تروج ممكن تروج عن طريق السوشال ميديا وعن طريق شغلات كتيرة انا بقيد اي حدا حاب يدخل كونسولتينج وممكن يكون في مجالات كتيرة مش بس بالمجال الصحي اللي حكينا عنه اونلاين ري سالينج اوكي الفقر هنا بالاونلاين ري سالينج انك تشتري شغلة من السوق او تشتري شغلة حتى اونلاين وتيجي انت تبيعها مرة تاني بسعر اكتر او سعر اقل حسب انت بتحاول تعمله تبيعه بسعر اكتر اذا هذا المنتج مثلا نادر وما في منه كتير بالسوق فمدام انت عندك عندك افضلية وممكن تبيعه بسعر اعلى او اذا انت مثلا بتشتري ضاعة بشكل كبير بيعهم بسعر شوي اقل هيك انت كمان بتكسب يعني في شغلات كتير تعملها حولها هلا بالنسبة لي مش انو انا ما بأيد او بشجع الناس انها تروح لا انا بأيد ولكن بده يكون عندك شغف في المنتج اللي انت بدك تبيعه بده يكون عندك شغف في البزنس اللي هي مصممة مية بالمية اونلاين بدك انت مثلا تشوف فكرة كيف بدك توصل المنتجات كيف بدك تشتريها كيف الناس بدها تدفع بدك تشحن للناس حول العالم ولا بس بالدول العربية بدك كمان تدرس انت النيد او احتياجات الناس طبعا هاي اساسيات كل البزنس اللي حنحكي عنها فمش بس بنطبع على الونلاين الونلاين شوي مختلف عن لو بدك تبيع شغلة على الواقع وانت بدك تبيع منتج فبدك تكون متأكد منه مية بالمية مش زي الكنسلتنج انت بدك تبيع حالك وبدك تبيع قدراتك فيه فرق كبير بينهم بشجع بس ما حندخل فيه كتير لانه هذا مجال كتير واسع الونلاين واليي كومرس وهي الشغلات هاي شغلة كتير حلوة كمان ليش انا حبيت الونلاين بالاضافة للكنسلتنج لانه الونلاين هي مهاراتك انت وبالزبط زي الكنسلتنج انت بتشوف مادة بتشوف مجال معين انت كتير بتحبه وشغوف فيه او انت كتير بتحبي وشغوفة فيه وبتلاقوا ناس حابين يتعلموا الناس كتير حابة تتعلم هذا الاشي الحلو في التعليم الناس بدها تتعلم يمكن ما تلاقي ملايين الناس صفين على الباب عندك ولكن الناس بدها تتعلم وممكن تدفع هذا الاشي فلو انت او انت شخص صغير بالعمر وحابب انك تتعلم عادي بتحط سعر الكورس اشي كتير بسيط او بتحط سعر الحصة اشي كتير بسيط وبتدخل في الونلاين كوتشين بتصير انت مدرس بعد فترحها بتفتح مؤسسة او اشي هيك ممكن تعملها حلو هذا شو الفكرة في مؤسسات وبزنس بتكون صغيرة فعندها صعوبة انها تراقب قديش بدخل عليها وقديش بطلع منها يمكن هي مؤسسة صغيرة بس لها كتير او لها كتير تعاملات وصعب بالنسبة لهم يمكن كتير مشغولين او يمكن ما عندهم الخلفية المناسبة انهم يحطوا كل هاي المعلومات بطريقة منطقية وبطريقة بقدروا بنهاية كل شهر او بنهاية مثلا كل شهرين ثلاثة انهم يتطلعوا وشوفوا كيف اداءهم ففي ناس يمكن من الناس اللي دارسين محاسبة او الناس اللي لهم خلفية في الارقام والشغلات اللي لها علاقة بالحسابات انها تحكي والله بتعرف انا يمكن ما اكون موظف عندك في هاي الشركة ولكن انا مستعد اعملك هاي الخدمة انا هالقد باخد على الساعة هذا اشي ممتاز اذا انتو ناس عم تدرسوا محاسبة بتوقع 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 انه شهادتكم هي كافية بتاجوا اي شهادة او اي كورسات اضافية عشان تدخلوا في الموضوع على فكرة هذا الموضوع كفي علي طلب مش بطال لانه الشركات الصغيرة ما بدأت عين محاسب دائم لانه المحاسبة الدائم يمكن مش طول السنة هيشتغل فبتواصل معك يمكن نهاية كل كورتر او كل كم شهر او ما يجب دهم والله يبيعوا شغلة لشركة جديدة بس عشان انت تطلع على الحسابات اللي عندهم والارقام اللي عندهم وطلع لهم زي ريبورت فهذا كتير حلو ومناسب جدا للناس اللي اعراضي معاهم شهادة في هذا المجال او اللي اعراضي بيشتغلوا في هذا المجال فكتير حلو هذا الاشي فكرة حلوة شبه بس بتنطلق على الناس اللي درسين برمجة او هندسة الكمبيوتر او حتى يمكن تعلموا برمجة لحالهم ولكن الاب ديفلوبمنت ولو انه ممكن يدخل عليك فلوس كتير بيحتاج وقت كتير ما بتقدر تعمل كتير مشاريع مثلا الكنسولتنج او الاستشارة اللي حكينا عنها انت ممكن تكون عم تستشير اكتر من شخص بنفس اليوم بتقسم يومك على ساعات وتستشير اكتر من شخص بالاب ديفلوبمنت صعب كتير انك تشتغل على اكتر من ااب خصوصا اذا انت المصمم الاب على الارجح على الارجح تشتغل على واحد كل كم شهر بعدين تبيعه او الشركة تدفع لك حقه يمكن تدفع حقه منيح بس بنفس رؤية ما حتكون انت يعني بامكانك تشتغل على اكتر من المشروع فاذا هذا الاشي مناسب بالنسبة لك تمام اذا مش كتير مناسب بالنسبة لك بتحب انت البروجيكتات او المشاريع السريعة ممكن تلاقي بديل تاني بس من هالناحية خلينا احنا والله نشوف على الجوجل نحط لحالنا دقيقة على السريع ونشوف ماركت سايز مية وسبعين مليار دولار في الفين وتسعة عشر ويمكن يوصل اتراليون دولار في الفين وسبع وعشرين خصوصا لطلاب اللي لسه بدهم يتخرجوا من الجامعة او بدهم يتخرجوا من المدارس هاي معلومة كتير حلوة انه المجال اللي هيكبر اكتر من هيك اللي حلو في الاب development هذا الاشي ما حكينا عنه في المجالات اللي قبل شوي ال profit margins او نسبة الارباح مية بالمية تقريبا بالنسبة لك لانه ال cost بس انت بتحتاج كمبيوتر وبس بتحتاج انت ال softwares المعروفة عشان انت تكتب فيها تطبيق فهذا المجال شكله عم بيكبر اكيد تكنولوجيا عم تكبر ممكن يدخل عليك الفلوس ميح بس ضروري 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 يكون عندك شغل خدها من واحد خريج هندسة كمبيوتر وما اشتغل في مجاله اتأكد لو انت بدك تدخل على هذا المجال ما ت تغرق الفلوس اتأكد انك انت داخل عليه لانك شغوف فيه او انت شغوفة فيه والمهارات المطلوبة شوفوا مش شرط انه تحتاجه شهادة الشخص اللي بتتعلم ال app development ممكن تتعلمه من كورسات او حتى فيديوهات يوتيوب مش شرط انك تاخد عليه شهادة والشركات هاي الايام حتى ما بدها تطلع على الشهادة تبعتك بدها تطلع على التطبيقات اللي انت صممتها في الماضي والشركات ده تشوف اذا انت من الناس اللي هي تتوقع انك انت تقدر تصمم اللي هما بدهم يعني فهون الشهادة مش كتير مهمة الشغف 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 اهم اشي انك انت تكون من الناس اللي بتستمتع انه يكون project طويل ولا انك تعمل مليون مشروع في اسبوع واحد انك تعمل مشروع لمدة اشهر ولكن هذا المجال ممكن يكون كتير مثير للاهتمام للناس اللي اللي هم ويقول لهذا الاشي Transcription service هاي الخدمة عبارة عن ما يكون في فيديو انك انت تقدر تكتب شو اللي عم بنحكب الفيديو مثلا في اليوتيوب لما تحضر فيديوهات في هاي الكبسة CC تحت تكبس عليها وببين لك ايش اللي بنحكب الفيديو مرات هذا الاشي بنعمل اوتوماتيكيا من خلال خورزميات او الالغورثم ومرات بكون في شخص لا والله هو بحضر الفيديو مرة بكتب شو اللي عم بنحكب الفيديو وخلاص بتسيب هذا الاشي مفيد مطلوب خصوصا لانه هذا الاشي بساعد ذوي احتياجات خاصة الناس اللي ما بتقدر تشوف ممكن تسمع والناس اللي ما بتقدر تسمع بتقدر تشوف فجدا جدا مفيد عم بتسلط الضوء اكتر على كيف ممكن نساعد الناس ذوي الاحتياجات الخاصة انهم كمان يستفيدوا من التكنولوجيا فمجال ف فعلا مهم ممكن احنا نشوف عالسريع ماركت سايز فور ترانسكريبشن سربسز تمام فبقولك انه في امريكا بس الماركت سايز او حجم السوق تقريبا عشرين مليار دولار هذا سوق ضخم جدا بس بده الناس انها اللي بتسمع وبتكتب بسرعة او طبعا الكتابة بتكون بدون اخطاء شوف نتعلم مع بعض الا اوكي بقولك انه مبدئيا اذا بدك تدخل على المجال وبس تبلش فيه ما بتحتاج اي شهادات انت بس ور ناس انه انت بتقدر تكتب بسرعة تسمع وتكتب نفس الوقت بس بقولك لو بدك توصل في بعض الوظائف الحساسة يمكن انت عم بتترجم مثلا شغلات مهمة او شغلات يعني حسب عن مصريات اعلى يمكن تحتاج تاخد لك شهادة من هون شهادة من هون بس لما توصل هداك المرحلة انت بتكون او انت بتكون اشتغلت اصلا فترة معينة فاكيد بكون دخل فلوس بتقدر تستثمر فيه بشهادة اضافية فالفكرة هون انه انت تكون او انت تكوني شخص محترف في تنظيم الاشياء هاي الشغلات منشوفها بالزات على فيديوهات تيك توك اعادة تصميم ديكور او اعادة ترتيب المنازل فمهتم اشوف نشوف هل هذا الاشي كبير والله واو بقولك بهذا الماركت سايز كأنه هذا بامريكا بس بقولك او تقريبا 12 مليار دولار حجم المجال هذا يعني تقريبا كبره نصف السيرفيس اللي شوفناها قبل شوي اللي انت لازم تكتب اللي بتسمعه هذا ايشي مثير الاهتمام لانه بعرفه كتير ناس بتحب التنظيم professional organizer requirement نشوف بتحتاج اي شهادات فممكن والله يتاخد عليها شهادة وهذا الاشي بيقوي سمعتك في السوق الشهادة عبارة عن انك انك تمارس هذا الاشي لعدد ساعات معينة يعني مثلا خلينا نشوف هذا اللينك professional او pro organizer studio خلينا نوقف الساعة شوي pro organizer studio فبقولك هون how to become a certified professional اوكي بدك انت يكون عندك 1500 ساعة في غضون 3 سنوات في امتحان لازم تنجحه وسعر الامتحان 450 دولار يعني ف 1700 ريال او 320 دينار اردني مش كتير الخيص بس انت بتيكي عن امتحان هتعمله بعد ثلاث سنين من الممارسة انا بتوقع انه مبلغ ممكن يكون معقول متأكد في كتير ناس بتحضر انبسطة انه اصلا هذا الاشي في ناس بتتفعله وفعلا في ناس اللي ما عندها هاي المهارة هاي المهارة مطلوبة منها اتذكروا انه انت ما عم تحكي بس عن الناس اللي بيوتهم صغيرة فيه ناس بيوتهم ضخمة وهذا الاشي جدا جدا مهم في نهاية البيت الضخم اذا ما كان مرتب وما كان منظم الامور هتسبح وحتصير جدا مأساوية فيه حسنا يمكن هذا الاشي ما يكون كتير شائع في منطقتنا انه والله شاب او بنت عم تحضر الفيديو يقرر انه يطفي او يسكر فيديو محمد السودان ويروح يعد ينظف بيوت الناس يمكن هذا الاشي ما يكون شائع ولكن مو ممكن انك انت تفكر فيها وانت تفكر فيها من منظر تأسيس شركة تنظيف من الشرط انه انتو تنظفوا البيوت ممكن والله يتلاقوا ناس بتحبوا نظفتهم تحطوهم مع بعض تأسسوا شركة وتعملوا شركة تنظيف خلينا عالسريع نشوف والله فبقل لك يعني حجم السوق العالمي تقريبا مليار لا 55 مليار وممكن توصل حتى 100 مليار لما نوصل 2030 فالمجال عالميا مطلوب بس بنفس الوقت لاني انا حاسس انه هذا المجال فيه تنافس كبير كمان تخيلوا تنظيف الاراضي لحاله يعني هذا المجال قدمه كبير مقسم تنظيف اراضي وتنظيف شغلات تانية يعني عم بيكبر بنسبة 6.5% كل سنة عالميا فولو انه يمكن فيه تنافس كتير معناته يمكن الطلب كتير اعلى من عدد الشركات الموجودة وبالنهاية احنا الحمد لله يعني اتوقى هذا الكلام منطبق على الجميع امهاتنا وابائنا ربونا على طريقة تنظيف من اولوياتنا ف يعني متأكد انه فيه ناس بيحضروا الفيديو عندهم تنظيف هذا اختصاص فوالله مش غلط اذا انتم مهتمين بالموضوع هلا البريرز تو انتري او صعوبة الدخول حتكونوا شوي مختلفة لانه هون احنا ما عم نحكي عن شهادات احنا عم نحكي عن تأسيس شركات فهونا بيختلف الموضوع حسب البلد انت عايش فيها قديش الرسوم عشان انت تتأسس شركة قديش لك تدفع رواتب على الارجح بده يكون عندك مستأجر محل حتى لو انت عم تخدم بيوت الناس فهونا بتكون الامور شوي اصعب فعال الارجح هذا الاشي ما ينطبق كتير على الطلاب او الخرجين الجديد يمكن ينطبق اكتر على الناس اللي بتحضرني في اعمار سنية او في سن او اعمار متقدمة شوي فعندكم هوم كير سيرفزز للكبار بالسن فهذا المجال كمان من المجالات المهمة هوم كير سيرفز خلنا نطلع عليه بشكل سريع هوم كير سيرفز ماركت سايز تقريبا خمسة عشر مليار وعم بيكبر اظن عالميا هون مكتوب سي اي 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 ات بوينت فف يعني عم بيكبر بصراحة بسرعة خصوصا طبعا انه دامن حيكون فيه كبار في السن او دامن حيكون فيه ناز في البيوت بتحتاج خدمات على الارجح تكون خدمات طبعا هوم كير سيرفزز خدمات ممكن تقوله زي التمريض في البيوت هون شوفوا الكوست بدي يكون صعب دخول المجال حيكون شوي مش مش مناسب للجميع لانه انت بتحكي عن بدك ناس مؤهلين ناس مدربين كصاحب شغل اكيد بدك انت ترخيص وهي الشغلات ولكن قصدي عن اللي يمكن انه ابصر كصاحب شغل اذا انت بتحتاج تكون عندك خلفية في مجال التمريض او المجال الطبي فهذا الاشي هي فكرة حلوة اي شخص عم بحضرني بتخصص الطب او الصيدلة او فيزيو ثيرابي هذا الاشي كتير مهم بالنسبة لكم ممكن بعد كم سنة خبرة تقرروا انكم تدخلوا في هذا المجال اكتر وتعمقوا فيه لانه من المجالات الصاعدة هاي اظن كتير ناس هتحبها من اللي بحضروني زي ما الاسم بحكي خدمات ترجمة الحمد لله بعد ما انا اشتغلت وحتى في مجال السوشال ميديا من خلال التواصل وتعامل مع شركات تواصل من اكتر المهارات المهمة في عالمنا قد ما صرنا احنا متطورين من ناحية التكنولوجيا وقد ما العالم تغير وصار احسن التواصل بيضل مهارة مش كل حد اشاطر فيها والتواصل بيصير اصعب لما التنين بيحكوا في لغات مختلفة طبيعية فلو انت او انتي اللي بتحضروني تعرفوا عربي او لغة تانية حتى لو كانت اللغة شائعة زي الانجليزي هاي تعتبر مهارة اضافية لو بتعرفوا عربي وفرنسي عربي واسباني عربي وتركي عربي ولغة من لغات البلدان الاسكندنابية هاي تعتبر مهارة اضافية ومش كتير ناس عندهم ياها فانت من خلال التواصلات او انتي من خلال خدمات الترجمة عندكم مجال كتير تتفوقوا ممكن انكم انتوا تترجموا شغلات مكتوبة ممكن تترجموا لما شخص يحكي مع التاني شو الاشي اللي عجبني في مجال الترجمة انه بداية الموضوع والشغلات البسيطة يعني انتوا ممكن حتى تجربوا هذا المجال بدون ما يكون عندكم شهادة محددة انتوا بس يمكن تعرفوا اللغة تعلمتوها لحالكم او يمكن تعلمتوها في المدرسة مش شرط نكون معكم شهادة عشان تبلشوا في الموضوع حدا بسألك تعرفت حكي انجليزي يس اوكي تعال ترجم لي هاي الوراء من العربة للانجليزي ممكن تبلش هيكة بس لقدام اذا حابين تتعمقوا في هذا المجال اكيد بدها تخصص خلينا نشوف احنا هون فبقولك بامريكا بس حجم هذا المجال تقريبا تمني مليار دولار هذا الاشي ضخم لما تطلع عليه انت يعني عبارة عن لغة من لغة للغة اشي ممكن حلو بقولك انه عالميا ب2018 هذا الحكي عالميا كانت توقع انه يوصل حجم السوق ل40 مليار دولار فهذا رقم جدا جدا كبير انت تطلع على خدمة شكلها بسيط متطلباتها انك انت تعرف لغة بشكل منطقي يعني بشجع اي حدا بيقدر يحكي اكتر من لغة وعنده وقت فاضي وبيحب اللغات وبيحب موضوع التواصل مع الناس بيحس انه هو شخص يستمتع ان يكون اجتماعي او حابب يتحدى حاله يكون اجتماعي اكتر هذا مجال كتير كتير عنه هلا ديجيتل ماركتنج هذا المجال كتير حلو وممتع ولكن ماحنتعمق فيه لانه يعني تقريبا 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 ممكن حتى يكون هذا التخصص في الجامعة ولو انه مش شرط تكون متخصص في الجامعة عشان تعمل ديجيتل ماركتنج ولكن انت بتحتاجه بوقتك الخاص تتعلم كتير وتجرب كتير عشان تدخل فيه هذا لا يعني انه مش مجال صاعد انا متأكد انه من المجالات اللي عم تكبر اكتر خصوصا مع اهمية السوشال ميديا اوكي فوصلنا احنا فكرة رقم 14 والفيديو مد شوي نختار ثلاث افكار من 14 ل 22 شوف شو اكتر ثلاث افكار بيعجبونا منحللهم شوي وبعدين منكم خطصا يعني تفتح انت ترك للاكل تبيع منه سندوشات تبيع منه اكل يعني انت تهتم في زريعة الناس يعني انك تكون انت بتسوق سيارة لتطبيق مثل اوبر او كريم او من الشركات انك انت تكون اللي بتسوق الناس real estate او العقارات graphic design t-shirt printing انك انت تطبع الوان او كتابات على البلائز drop shipping pet sitting هدول هم الافكار pet sitting يعني عبارة انك انت تقعد مع الحيوانات الاليفة مثل الكتاب اه مثل الكلاب والبساس لعجبتني اكتر شيء وحاسس انها ممكن تطبق على اكبر عدد من الناس هي graphic design drop shipping owning a food truck هلا owning a food truck او ال food trucks بشكل عام ممكن ما بتنطبق على الكل ولكن اللي معه فلوس كافي ان يشتري food truck يعني خلينا نشوف start up cost يعني قديش بتكلف عشان بس انت تبلش في الموضوع انك انت تفتح food truck ووف ووف او ووف بخصف عارق واقع او 28 ألف دولار و مية الف دولار عشان تفتح اوكي فوتروك بزنس يعني مش بس الباص لحاله انه الباص لازم يكون مرخص انت بتحكي عن اكل انت بتحكي عن شغلات داخل طالعة شوفوا هو غالي هو صح غالي خصوصا مرة تاني لما نحكي احنا عن الناس اللي هم صغار بالسن ولكن عندك مثلا هون هاو بروفيتبل از الفوتروك يعني قدش بدخل عليه ان يكون بين ميتين وخمسين لخمسمائة الف دولار شهريا طبعا هنقول انه هذا توقع متفائل هيك عم نحكي انه مضمون تقريبا انه تلاقي الزباين وزباين عم بيشترو منك شوي هذا التوقع يمكن ما من قدر نعتمد عليه كتير ولكن خلينا نشوف فوتروك ماركت سايز فقولك بامريكا لحالها مليار دولار الماركت سايز تعل اكل في سنة 2021 بتخيل انه هذا الرقم مش كتير كبير متل المجالات التانية اللي شفناها بسبب صعوبة وغلاء انه الواحد يدخل على هذا المجال فما بعرف حسيت انه ممكن ينطبقي على كتير ناس انه مجال الاكل كتير ناس بتحبه وفيه اهتمام كبير لهذا الاشي بس بنفس الوقت كتير غالي وحتى الفوتروك هي يمكن ارخص طريقة انك انت تجرب مجال المطاعم بدون ما يكون عندك مطاعم لانه المطاعم بده يكون اكبر هتكون انت ملزوم بانك تكون في مكان محدد فوتروك تقدر تتنقل عدد الموظفين فيها حيكون محدود اكتر نظرا للحجم اللي عندك تقدر انت تتنقل فيه حسب طبعا الرخصة اللي عندك هو البلد اللي انت فيه ولكن حسيت انه ممكن يكون مثير الاهتمام لبعض الناس اللي بيحضروا خصوصا الناس اللي بيتفكر في موضوع انها تفتح او تجرب مطاعم هنفشئ فكرة الزراعة لانه اظن الافكار الثانية ممكن تكون مناسب اكتر رايد شير درايفنج انك انت تسوق في الناس كأوبر او كريم ما فيه اشي غلط او عيب ولكن بتطلب ساعات عمل طويلة ويمكن المردود ما يكون جدا عالي مقارنة في الخيارات الثانية فكرة حلوة اللي هي العقارات بس بدك انت مية بالمية موضوع الشغف شو ما حكي انا بده يكون موجود ولكن بالعقارات ان موضوع الشغف لازم يكون موجود اكتر لانه التنافس عليه من ناحية الناس اللي عندهم خبرة في المجال كتير تنافس عليه ولو انه موضوع العقارات انا متأكد انه موضوع صاعد اشي مهول هاده يمكن من اكبر المجالات اللي حنشوفها اليوم فبقولك يعني مجال العقارات كبر في سنة 2020 لعشرة فاصل خمسة ترليون ما اظن حنوصل المرحلة يكون في ناس كافي في مجال العقارات لانه عقارات دائما عم تكبر ودائما في دول عم بتزيد من جهودها في مجال العقارات ولكن من نفس الوقتك تكون انت شغوف و بدك تعرف كيف تنافس الناس اللي هم بصر لهم سنين في السوق و عارفين العقارات و عندهم ردي علاقات مع الناس اللي هم مهتمين سواء الناس بدهم يشتروا او ناس بدهم يبيعوا فهذا هو التنافس هنا في صعوبة هلا من ناحية بتحتاج انت اي نوع من الشهادات ممكن اذا بدك تشتغل في شركة عقارات و بدك انت تكون مسجل في البلد الا ما يكون عندك نوع من الشهادة ولا و انها ما كانت شهادة جامعية فالموضوع مش شرط ان يكون صعب بس التنافس عليه من ناحية مختلفة هي من ناحية الجهود و من ناحية انك انت تشتغل على حالك منيح عشان تبني العلاقات المهمة و طبعا في عندك امتحان الريل استيت اللي لازم تقدم اتوقع هذا موجود في جميع البلدان نروح للفكرة اللي بعدها كثير عجبتني لانه بعرف انه فيه كثير ناس موهوبين عم تحضر الفيديو الناس الموهوبين هدول عندهم القدرات الابتكار والتصميم وهذا المجال كمان مش حكينا احنا مجال السوشال ميديا عم بكبر انا متأكد هذا المجال مش بطال حجمه 13 مليار في امريكا لحالها في سنة 2022 هذا حجم مش بطال و من الشغلات الكثير سهل انك تتعلمها لحالك تاخد كورسات الـ Graphic Design من المجالات اللي يمكن ما يطلبوا منها شهادة بس يطلبوا بورتفوليو البورتفوليو عبارة عن يعني خلنا نقول مجموعة من تصميمك الماضية والشركات بتطلع على الجودة وبتطلع على التفكير ويمكن تقرر من بعد ما تشوف البورتفوليو تبعك انها تستعين فيك حتى لو انت ما معك شهادة في هذا الاشي حكينا مش شرط انك تحتاج شهادة بس بدها هي تدريب مرة ومرتين وتصمم بورتفوليو جدا قوي بالنهاية الـ Profit Margin يعني انت لما تحكي عن ارباح بس بتحتاج تستثمر في حالك وقت توقع Photoshop كافي يمكن الناس اللي بالـ Graphic Design يمكن عندهم اقترحات تانية سعر هاي الـ Software أو سعر هاي البرامج اللي بتساعدك تصمم عادة حتى لو كانت نوعا ما غالية مش زي لما بدك تصمم في فوترك يعني بيكون منطقة اكتر لو شخص بالجامعة أو بالمدرسة أو حتى متوظف حاب يعمل اشي على الجانب انه يصير Graphic Design لو عندهم هذا الشغف جواتهم T-Shirt Printing مش كتير ركزت على هذا الموضوع لانه T-Shirt Printing قائم على انه يكون عندك المعدات المناسبة طبعا بدك يكون عندك انت المعدات اللي بتقدر تطبع على البلايز ولو انه اتوقع T-Shirt Printing اتوقع انه هذا المجال كمان كبير T-Shirt Printing Market Size بقولك انه تقريبا في 2021 وصلت 4 مليار يعني في مجالات زي Graphic Design اللي هي اسهل اسهل من ناحية دخوله على المجال ومجال اصلا اكبر للشغل فما اظن كتير حركز على T-Shirt Printing بس اذا انتو مهتمين في موضوع تصميم الاواعي من خلال الرسم ممكن هذا المجال يعجبكم الـ Dropshipping عبارة عنكم انتو تلاقوا منتجات ممكن من موقع زي علي وابا اكسبس منتجات مش شرط انها تكون غالية ولكن متميزة بتحل مشكلة بطريقة فريدة من نوعها فشو بتساووا انتو بتصمموا موقع ويبسايت وبتسوقوا لهذا المنتج فهذا المنتج نفترض انتو شريطوه وسعره نص دولار انتو لان الناس ما بتعرف عنه وعشان انتو سوقتو ووريتوه للناس انتو بتقدروا تزيدوا من سعره بدال ما هو نص دولار ممكن تخلوه مثلا 3 ا4 دولار فشوفوا على الحب الوحدة قديش انتو بتقدروا تعملوا ارباح وخصوصا اذا لقيتوا انه هذا المنتج له سوء كبير ممكن فعلا هذا الاشي دخل عليكم دخل رائع جدا هلا شو الصعوبات الموجودة فيه انا صراحة جربت هذا الاشي الحلو في الموضوع انه انتو بتقدروا تختاروا اي منتج بدكم يا تطلعوا على الشغلات اللي انتو شغفين فيها ممكن مثلا للبنات الفاشن والميكوب للشغلات رياضية شوفوا انتو شو المنتجات اللي بتحبوها عندكم انتو هاي الحرية في مواقع كتير بتبيع فممكن تلاقوا مواقع بتبيع في اسعار منافسة ار اسعار خيصة فالحلو انكم انتو مش لازم تشتريوا المنتج بايدكم بس عليكم تسوقوه اللي بكبس على موقعكم يشتريه الاوردر بروح عند صاحب المنتج الاصلي وصاحب المنتج الاصلي هو بوصله للزبون فانتو بتكونوا الحلقة حلقة الوصل بين الزبون وبين الشخص اللي ممكن مثلا يكونوا مصنع او محل صغير انتو بتاخدوا نسبة من الارباح او انتو بنسماح لكم انكم تزيدوا سعر المنتج على اتعابكم وعلى كونكم انكم صلة الحلقة بشكل عام الفلوس اللي حتيجيكم ان شاء الله انها فلوس حلال لانه انتو عم بتوصلوا لازبون للشخص اللي بديوا يبيع المنتج فانتو لكم نسبة لانكم انتو الشخص اللي بالنص تمام في صعوبة هنا في الدروب شيبين اول صعوبة القوانين في البلد انتو عايشين فيها فيه قوانين مرات بتكون صارمة عشان تصمموا هذا الاشي وعشان تبيعوا وتشتريوا لازم يكون عندكم انتو ترخيص كتير فحسب البلد انتو عايشين فيها الموضوع يمكن ما يكون رخيص بالمرة غير عن سعر تصميم انه يكون انت ايلك موقعك الخاص غير عن سعر شغلات كتير في عندكم الترخيص هذا اول شي تاني اشي موضوع انه فعلا 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 زي بالبداية ما حكينا عن الانلين ما ركزنا فيه كتير موضوع المنتجات انتو تحكوا عن مجال كتير واسع واسع لدرجة انه ما بتعرفوا اذا فيه طلب على المنتج اللي انتو بدكم تبيعوا فلازم تعملوا دراسات كتير لازم تشوفوا حواليكم لازم تجربوا هون الموضوع يمكن نكون شوي مختلف في مجال طبعا للدروب شيبنج بس مرة تانية حسب قديش الوقت الاضافي اللي عندكم يا او الوقت الفراغ اللي عندكم يا وطبعا البيت سيتنج ما ركز عليه كتير انكم انتو تكونوا قاعدين مع الحيوانات الاليفة يمكن فيه ناس تقول والله بس هذا اشي لطيف بس فكر فيها مع كم بيت بدك توعد وكم حيوان اليف بدك توعد جنبه عشان يدخل عليك اشي يعني احنا بدنا نحكي عن فكرة بزنس او فكرة دخل اضافي هذا الاشي يمكن يدخل عليك كل اسبوع يعني عد حق وجب الزيادة مثلا مش هالاشي الكتير وكمان موضوع الحيوانات الاليفة يمكن احنا عنا كمان في البودان العربية ولو انه في ناس عندهم بسس وكلاب بس يمكن مش زي بامريكا تقريبا كل بيت او في البلاد الاجنبية انو البيوت كتير فيها حيوانات الاليفة ففعلا في طلب عالي على هذا الاشي مو كتير حركز فيه فهي الافكار انا طولت اكتر من اللازم اتمنى انو هذا الفيديو كان شوي تغيير عن الفيديوهات العادية شوي اخف الجو بهذا الفيديو بس بنفس الوقت موضوع من المواضيع اللي كتير انا بحبها وازن في كتير ناس مهتمة بهذا الموضوع انو كيف ممكن ادخل على حالي دخل اضافي او شو الشغلات ممكن ادخل فيها قديش صعبة هل انو هذا مجال صاعد ولا لا طبعا هاي الليستة جدا 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 بسيطة وصغيرة وانا بحاول ما اطول في الفيديو فبتخلوا انتو فضولكم يوديكم على جوجل وتبلشوا تسألوا الاسئلة تبحثوا اكتر كل ما بحثوا اكتر كل ما حتكتشفوا شغلات سواء شغلات ايجابية وبتحمسكم او شغلات يمكن ما عبد اقول سلبية ولا صعوبات ما توقعت انها تكون موجودة اي بزنس او اي شغل الا ما يكون فيه نوع من الخسارة في فترة من الفترات ما فيه اي بزنس في الدنيا بلشت وكانت دائما طلوع او دائما نجاح او دائما فيه ارباح الا ما يكون فيه فترات خسارة ويكون فيه فترات صعبة خصوصا سبحان الله مع الجائحة ولكن فيه بزنس بتكون مرنة او لينة اكتر من غيرها وهذا اللي بساعدها عن النجاح لفترة طويلة او الصمود لفترات طويلة يا جماعة دعواتكم ميتين وثلاتة وثلاتين فاصل ستة مليار ما شاء الله يعني يتخيلوا هذا لما يروح الى السوبر ماركت ويروح مطعم ما اظن بحتاج يطلع على سعر اي شيء ربنا يرزقنا ربنا يرزقنا قوله امين قوله امين ربنا يرزقنا انا وانتو يا رب من اوسع ابوابه ونشوف احنا يعني ارزاق والله نقول يا رب الحمد لله دائما اكيد الحمد لله دائما انا وابدا بس هاي الارزاق تكون موجودة وتنهال علينا بطريقة والله ما نعرف احنا نعدها يا رب قوله امين قوله امين ربنا هو الرزاق زي ما رزق ايلو موسك وزي ما رزق جيف بيزوس وزي ما رزق كل شخص ما شاء الله النتوورث عنده العحل ما بقدر يستوعبها بقدر يرزقنا احنا كمان مع الاجتهاد والصبر وان شاء الله بالإيمان في رب العالمين شكرا كتير انكم حضرتوا لنهاية الفيديو واذا في افكار شبيهة اخلي الحماس واخلي الفضول للفيديو وانا بصور فاذا عندكم افكار زي هيكة شغلات حابين نطلع عليها ما بعض اكتبوا ليها في الكومنتات ويمكن نستكشفها في المستقبل القريب مع هيك يعطيكم الف عافية الله يوفق كل شخص سواء ان كنت صغير او كبير في اول عمرك في اخر عمرك الله يوفقكم في كل اشي بتكم تعملو بتكم تفتحوا بزنس جديد بتكم تكملوا في مجالكم متوظفين بتدوروا على الشغل طلاب بتكم تدرسوا امتحانات شو مكان الله يوفقكم يا رب وتوصلوا لأعلى المراتب في المجال اللي انتو بتتمحوله يعطيكم الف عافية شوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله السلام عليكم بس المهتم في الموضوع هيو واضح انه في ناس والله بتعمل هذا الاشي زي ما في شو بسموها يعني ما لي انا اليوم راحت الكلمات من تم سبحان الله بيبي سيتن هاي الكلمة اللي بدور عليها في بيبي سيتن ان واحد يعود مع الطفل واهله غايبين في بيت سيتن كمان